أهلاً بكل مشتركين ومتابعين كناة عربيت عكوس السيارة أو الكبالة باختصار وظيفتها الرئيسية هي نقل القوة من ناقل الحركة أو الفتيس أو الجير إلى الإطارات إلى جانب ذلك تعتبر العكوس من المكونات الأساسية في جميع السيارات تقريباً سواء كانت زاد دفع أمامي أو خلفي أو رباعي وتتكون من واصلة مرنة تسمح للمحور بالتحرك بسلاسة مع أقل تأثير على توصيل الطاقة ونظراً لأن العكوس هي الرابط المباشر الذي ينقل القوة إلى الإطارات فإن مفاصلها تأتي مشحامة ومغلفة بغطاء مطاطي يحميها من الأوسائق وفي النهاية بمرور الوقت وبسبب تعرضها الدائم للضغط المستمر ستتآكل وتبدأ في التلف وستحتاج إلى تغييرها أما عن علامات تلف عكوس السيارة فهنتكلم عن أكثر الأعراض شيوعاً وأول عرض هو تصرب الشحم من غطاء عكوس السيارة فعندما تكتشف شحماً على الحفة الداخلية لإطار السيارة فقد تكون علامة على بداية تلف كوبلن السيارة ويحدث هذا عادة بسبب تطاير الشحم المتسربة من الغطاء المطاطي أو كويتشية الكوبلن المتمزقة أثناء دوران المحور وعموماً سيؤدي هذا الأمر في النهاية إلى تلف الكوبلن بسبب تجمع الأوساخ والمياه في الداخل وتتلف ثانياً أصوات النقر أو التقطاع عند الدوران فعندما تدير الديركسيون أثناء سير السيارة في المناطفات الحادة وتسمع أصوات مثل صوت نقر أو صوت تقطاع فمن المحتمل أن يكون لديك كوبلن تالف وعموماً عندما تتأكل كبالي السيارة بشكل مفرط تصبح المفاصل فتفاضة وتصدر صوت النقر عند الدوران وقد تصبح النقرات أعلى أو أكثر وضوحاً أثناء المناطفات الحادة ويمكنك اختبار ذلك عن طريق القيام بإدارة الديركسيون عن آخره إلى أحد الاتجاهات ثم الرجوع بالسيارة إلى الخلف في حركة دائرية وفي هذه الحالة يجب أن ترتفع أصوات النقر إذا كانت عقوس السيارة تالف وفي النهاية ستحتاج إلى استبدال المفصل أو رأس الكوبلن أو كوبلن بالكامل ثالثاً الاهتزازات المفرطة أثناء القيادة فمن العلامات الأخرى للكبالي التالفة هي الاهتزازات المفرطة أثناء القيادة وفي حال التلف المفصل أو رأس الكوبلن فسوف يتسبب ذلك في اهتزاز الكوبلن كاملاً بشكل مفرط أثناء قيادة السيارة وقد تصبح أكثر وضوحاً مع زيادة الصرة وفي النهاية ستحتاج إلى تغيير كوبلن السيارة بالكامل لإصلاح المشكلة أما رابعا هو صوت نقر عند التصارع بالسيارة ففي بعض الحالات يمكن أيضا أن تسمع أصوات تقطاها غير عادية من رأس الكوبلن الداخلي المتصل بالجير أو الفتيس عندما تتصارع وغالبا لن يظهر الصوت عند التباطئ أو لن أطاف ولكنه يظهر فقط عند التصارع وفي النهاية يمكن أن يأتي الصوت من مصدر مختلف ولكن سماعه سيجعلك قلقا بالفعل لذلك توجه إلى أقرب مركز صيانة لمزيد من الفحص وبكده نكون وصلنا لهاية الفيديو ولو شايف الفيديو مفيد ما تنساش تدعمنا بلايك وتشاير الفيديو مع كل صحابك وتشترك في قناة عربيتي علشان يوصلك كل جديد